مرحبا يا جماعة ان شاء الله بتكونوا بالصحة والسلامة اليوم حبيت اطلع بهذا الفيديو عشان اجاوب عن بعض الاستفسارات والاسئلة بموضوع اعدادات الاورج وكيف احنا ممكن نسيطر عليها فاول اشي راح انا اعمله راح نروح على اللايف كنترول اللايف كنترول هون زي ما انتوا شايفين دائما انت لما ترفع الفيتش بندر بيكون عندك دائما انه في شاشة بتطلع فانت حتى تحل هاي المشكلة بتيجي على المنيو جويستيك بوب اوب تيجي انت بتعملها اون بتصير تطلع فانت بتيجي تعمل على المنيو على منيو جويستيك بوب اوب تعملها اوف تحرك البيتش بندر ما بتحرك معك طبعا احنا جبناها من اللي هو اللايف كنترول اذا احنا رحنا على منيو ون بنشوفها هايها موجودة هون اللايف كنترول احنا بنكون نوصل عليها او ممكن تكون موجودة عندكو بالشاشة هون اللايف كنترول الشغل الثاني اللي بيسألوا الشباب عنها اللي هي الاساينبل اللي هي الاساينبل تبعت البيتش سوري البيدال الاساينبل تبع البيدال انا مستخدم رقم اثنين عاط فيها البيدال طبعا البيدال هون انا كنت مفكر انها لازم تكون مونو ولكن هي ستيريو المفروض انها رجلة محلها اللي صاير انه انت حتى تقدر انك تعمل البيدال بتكمس عليها بتطلع لك بدك البيدال الفوت بيدال تتحكم بشو فانت بتقوله من الفويس فانت هيك بتكون اخترتها المشكلة اللي بتواجه الشباب انه البيدال يعني الدعسة بتكون مقلوبة لتحت بتكون بدون صوت ولفوق بتكون بصوت انت كل بدك تعمله انك تغير البيدال تعملها ناقص بدل ما تكون زائد تعملها ناقص فهي بتشتغل فهيك انت بتكون حليت المشكلة الثانية تبعت البيدال المشكلة الثالثة اللي هي مشكلة موجودة عند الشباب اللي هي كبسة الفريز اللي هي الفريز اللي بتعمل هون هي موجودة بجنب بتشعلها هون كبسة الفريز اللي هي هاي كبسة الفريز اللي هاي بتعمل الفريز لكل إشي في الأورغ عشان إذا غيرت صوت أو إيقاع ما يتغير ترانسبورز وما يروح منه ال فأنت بتيجي على وبتيجي بتطلع على هاي الشاشة كمان بقدر أضيفها عليها فأنت بتيجي بتدخل على هاي الشاشة وبتحكي للأورغ إنه إنت بدك تكون عشان إذا إنت أنا غيرتها بتشوفه الضوبة فيه ويشتغل فإنت بستعملها آن هي بتعمل فريز للتيمبو للليب كنترول للكيبورد هارموني للستايل ملتي باد سكيل تيون فوت بيدلز ميدي صونج آوت صونج تيكست أصين بالبطنز هي اللي بتعمل كنترول لكل هاي الأشياء شغلي كمان حبيت أضيفها كمان شغلة الشباب بيسألوني عنها اللي هي خلينا نحكي الأصين بالبطنز الأصين بالبطنز اللي هي ممكن تكون هون موجودة أو سوري منروح على المينيو الأصينبل الأصينبل هي نقدر إحنا نعمل الأصينبل للست الست بطنز هذول اللي هو ABCDEF زي ما أنتوا شايفين هنا أنا عامل سكيل تيون إذا أنا مثلا كبست على الأيب يعطيني سكيل تيون حاط أنا الملتي باد 1 أو 2 وتوقفها هون لأنه إذا أنت عارفين الملتي باد على الأورج all the way على اليمين وإنت بتعزف صوله مش طريقة عملية وسريعة فأنا استخدمت هذول وظفتهم أنه C تطفي الملتي باد لتبعات الإيقاع وD وE عاملهم أنا ملتي باد 2 ملتي باد 1 وعامل هون الريجستريشن اللي بتفرجيك معلومات الريجستريشن اللي هو خلينا نقول الأصوات المحفوظة أنا عندي هون زي ما أنتوا شايفين بقدر أكبس على هاي الصفحة بفرجيني شو الثمن أصوات المسييفين على الريجستريشن بانك يعني إذا أنا مش عارف شو الأصوات الموجودة على الريجستريشن بانك بكبس على ال F اللي هي بتفرجيني بالضبط شو الموجود هناك بتفرجيك كمان على الأغلب إنه شو اللي مسييف عليهم من حيث اللي هو الأصوات شو مسييف عليهم بالنسبة لموضوع الإيقاعات شو مسييف عليهم أصوات المهم ننتقل الشغلة كمان كثير مهمة بالنسبة لموضوع الريجستريشن إنه الريجستريشن اللي هي بتعمله عشان تكونوا بالصورة كل شي من إعدادات للأورج تتسيب يعني كلها بتتسيب على الريجستريشن فأنا دايما على الريجستريشن اللي أنا مسميهم بطريقة سهلة تكون على المسرح يعني أنا مسيب الريجستريشن تابعوني تكون طارق ميكس 1 2 3 بعدها شعبي وبستخدم البانكس اللي هم البانك 1 زائد 2 زائد 3 يعني أنا و أنا شغال بحفلة و شغال على أغاني الصولو وأغاني الطرب برجع كابستين برجع على أصوات الصولو الطرب بكبس كابستين بروح على أصوات الشعبي و بنشوف شو أصوات الشعبي الموجودة هنا فهاي طريقة حلوة إنك تسمي الطرب أو الفرانكو عشان أنت تكون عندك إيزي أكسس على المسرح بتكون سهلة عليك و ما تكون صعبة كثير بالشغل اللي كم دي أشرح عنها إنه إنت لما تيجي بدك تسيب إعدادات الأورج بتسيب عليه الإقاعات والأصوات والإعدادات المدكية على الرجستريشن فأنا لما باجي هون بكبس على الرجستريشن واحد طلعوا كيف رح الإقاع يتغير طبعا ما رح يتغير ليش لإني أنا مش مسيب الإقاعات اللي بدي إياها على شوف كيف هو ما تغير هون لإني أنا فعليا ما اخترت اللي أنا مسيب عليها فأنا مسيب على طارق ميكس واحد لما بكبس على الرجستريشن واحد مسيب عليها كل إشي بجيب لي الإقاع اللي أنا بدي إياه عشان أنا بقدر بلش الشغل عليه بالطريقة هاي إذا أنا كمان كنت حاب الشعبي مثلا بالشعبي بكبس عليها وبسيب عليها الإقاعات اللي بديها للشعبي بس بالحالة هاي لازم أكون شايل أنا لفريز فإحنا أنا عشان أنتو تكونوا بالصورة أنا لما بدي أشتغل على الأورج على المسرح أو بدي أشتغل عليهم بالبيت أو بشو بدي أساوي داימا بكون مسيب على الرجستريشن طارق ميكس واحد بكون مسيب على الرجستريشن واحد الإعدادات اللي بدي إياها بعدين بكبس كبست الفريز لما أجي أطفل الأورج بنهاية الليلة ما بدقر أو ما بصيب كبست الفريز بدقر باللبناني يعني ما بدقرها لأنه هي بتكون حافظية الأورج عشان نبدي أغير أصوات نبدي أغير سكيلات ما بيكون عليها أكيد زي ما شفنا لأنه معمول عليها فريز ما بتتغير لأنه عامل فريز ما يغير الأورج أي شي إذا أنا كابس له كابسة الفريز بس إذا مش كابس له كابسة الفريز هو بيغير إيقاعات وبغير سكيل وبغير ترانسبوز فهيك إحنا نكون أعدينا الأورج عشان إنه إحنا نقدر نشتغل عليه بكل سهولة على المسرح من ضمن كمان الأسئلة اللي الناس بتسألني إياها بقولولي طيب يا خي إحنا مثلا حابين نعمل أصوات خاصة فينا إحنا حابين نعمل أصوات خاصة فينا فإحنا كيف بنقدر نعمل هاي العملية الموضوع بكل بساطة بتم بالطريقة اللي رح أشرح لك إياها حاليا لو إحنا إجينا على البرسيت أول ما يصلك الأورج بوصلك الأورج بهاي بهاي البرسيتس أو بهاي الريجستراشن ميموري طبعا بحب أن أويه هون على طول عشان أشرح شغلة كثير مهمة إحنا هون الريجستراشن هو عبارة عن بيرفورمانس اللي أنت بتسيب عليه الأصوات وتسيب عليه الإفكتات من الريجستراشن من هون هون الإيقاع وهون كل الفنكشنز اللي أنت بتحتاجها سكيل تيون مثلا هو إذا بدك إيها بس إحنا طبعا عندنا سكيل تيون خارجي ما فيش داعي إلها فالفكرة إنه إذا إحنا بدنا نسيب أصوات بمحل ما إحنا بدناها بدنا نغير الأصوات بدناش نستخدم نفس الأصوات تبع الشركة أو بدناش نستخدم الأصوات خلينا نقول زي ما هي مسيبة فأنا كان عندي تري وون هاي تري وون عليها عليها هاي الأصوات اللي أنا بجاب الريجستراشن هون فأنا حتى إني أقدر أغير من هاي الريجستراشن وأضيف عليها الريجستراشن اللي الريجستراشن أنا بدي إياها باجي خلينا نأخذ نيجي على مثلا نرجع على بريست نرجع على اسطنبول سترينغز نختار منها الصوت عجبنا صوت عجبنا صوت سترينغات هذ فإحنا بدنا نسيف بنك جديد نسيف عليه أول صوت يعني نغير الريجستراشن كامل فإحنا بنختار أي صوت بيعجبنا ومنروح على مثلا خلينا نقول تريو نكبس على تريو بعدين بنعمل ميموري يعني بمعنى أنه إحنا حاليا الأورج عليه صوت سترينغز وروحنا على الريجستراشن اللي بدنا نغير فيه اللي بننضيف عليه عشان نغير اسمه هلا كمال شوي فإحنا رحنا على سترينغز اخترنا الصوت اللي هو عجبنا رحنا على تريو وكبسنا ميموري على وين بدنا نسيفها على الريجستراشن الأول سو هلا تريو صار أول صوت فيها كمن جات ولكن إذا جيت أنا عملت اجزد وحاولت أطلع براتها بقول لي انت غيرت الصوت تبع لتريو الأولاني بدك تسايفه ورح أقول له لا بديش أسايفه مبدئيا فبرجع على صوت تريو بشوف أول صوت ما تغير كويس هلا أنا عملت هيك عشان أنتوا تشوفوا أنه الأورج نفسه ما بيخليك تخربط فإنت إذا مشيت صح ما رح تتخربط فإنت خلينا نيجي هسا عجبنا عجبنا هذا الصوت بدنا نعمل بنك جديد ريجستراشن إحنا بأصواتنا عجبنا هذا الصوت منختار تريو مثلا ومنقول له على تريو واحد يعني عمل لي على تريو اللي هو هون سيفها برجو بقول له بقول لي وين بدك تسيف بقول له بقول له الاسم بدك يا تريو بقول له تريو ثلاث غير اسمه عشان ما يخرب القديم فبقول لي أوكي أنا سيفتلك تريو ثري هسا تريو ثري صار عليه صوت الكمانجة اللي احنا عدلنا والبريست الأول اللي هو تريو اللي اخترنا منه بعده نفس اللي احنا عليه الأصلي وما خربنا وروحنا على تريو ثري وكبسنا هون وغيرنا نفس الشيء بالنسبة لكل الأصوات انت لو انت اخترت مثلا خلينا نقول نرجع لي بريست عجبك صوت ليد صوت ليد بدك تضيف هذا الصوت الليد على اللي انت عملته على تريو ثري برضو بتختار صوت الليد اللي انت حابه بتختار صوت هذا الليد بتروح على تريو ثلاث بتقول لله سيف لي هذا الصوت على ميموري تو هلا هو هيك حفظه على ميموري تو فعشان يحفظوا على الريجستريشن نفسه بنقول له file save بقول لي وين داك تسايفه بقول له saveه هون save here بقول لي نفس الاسم بقول له yes بقول لي هذا عليه صوت أصلي قديم بدك تغيره بقول له yes بعمله yes صار عندي أنا الصوت strings وصار عندي الصوت اللي أنا اخترته بس تخلص هاي العملية كلها بنيجي على اليوزر طارق حدات بتسميه بأسماء عشان يكونوا قريبين من بعض عشان وانت بالمسرح بس تزيد بنك بتوصل على اللي بدك إياه وترجع بنك بتوصل على اللي انت بدك إياه طبعا احنا هون بش موجودين والأصوات تبعتي فأنا إذا أنا كنت شغال طربي بكبس كابستين بروح على الشعبي برجع كابستين برجع على مكس الطربي فإن شاء الله إني أكون جوابت على كل الأسئلة والإعدادات في هذا الأورج فيه كمان شغلة بدي أذكرها بكون خلصت هذا الفيديو شكرا لوقتكم وآسفة على الإطالة في هاي آخر شي أنا بحب أني أصلحه هون أو أعمله منيجي على اللايف كونترول من الشاشة أو منروح على مينيو ومنروح على لايف مينيو 1 هاي هون عزاوية لايف كونترول منختارها ومنحدد إنه بدنا أول ناب اللي هي هاي اللي انت براحتك يعني أنا عامل هاي كيبورد فوليوم يعني للأصوات تعلاية وتوطاية وعامل هاي الفوليوم تبع الإيقاع إذا انت شايف هون الفوليوم هاي تبع أنا مختار منه الإيقاع والفوليوم هاي اللي هي الناب كيبورد فوليوم هاي أنا مختار منها الكيبورد فوليوم اللي هو تبع الأصوات وبس تكملوا كل هاي الأشياء بتروحوا على ال one setting my touch settings اللي إحنا حكينا عنها اللي هي طارق mix 1 منروح على طارق mix 1 بنعمل اختار الصوت عشان ما يتغير ومنعمل memory للصوت على واحد memory صوت لواحد وطبعا مش راح أسيب هون بس بفرجيكم وبتعملوا save بسيب كل الإعدادات هاي عشان انت لما بدك تحرك الفوليوم وتحرك للإقاع هاي لحالها ولل الأصوات هاي لحالها عشان انت تكون سهل انك تسيطر على الأورغ على المسرح فهلا أنا باجي بختار شغلة ثانية بقول لي save بقول له don't save لاني جي أغيرها بنرجع بقول له زائد وحل وبهذا هيك أنا بكون جوابت على كل الأسئلة اللي بتيجيني من خلال الشباب اللي بيوخبوا عن البرنامج بيشتروه بقول له أنا عندي مشكلة بهاي عندي مشكلة بهاي عندي مشكلة بهاي وهيك أنا بكون جوابت تقريبا على تسعين بالمئة من الأسئلة أو إذا في أنا شي نسيته رح نعمله رح يكون في فيديو ثاني نشرح كيف نعمل عملية ميكس الإيقاع كيف أنا بدي أجيب وحدة وصعيدة وشوف تتلي وأدمجهم مع بعض عشان أنا ريح حالي على المسرح هاي لاح تكون في فيديو ثاني لحالها thank you very much شكرا لوقتكو وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا واللي يظل معنا لآخر الفيديو بحب أقول لكم أنه البرنامج اليماها الشامل صار جاهز ومتكامل رح نعمل عليه ديموهات كاملة إن شاء الله ونقاسفين على التأخير من العراقي من الشعبي ومن الإقاعات اللي خلينا نقول الطربي شغلة كثير مهمة كمان حبيت أحكيها بعض الفيديو أنا آسف أني أطلت إنه كان في إحنا عندنا مشكلة في الإقاعات هاي إنه كنا لما نختار بين إقاع وإقاع كان يصير فيه دقلاج كان يصير فيه بطء فكرنا إحنا المشكلة هي بالأورغ طلعت المشكلة في نوع إحنا استخدمنا بالبرمجة على الكتات على هاي الإقاعات فإحنا بقدر أقول لكم بكل بساطة إنه إحنا حلينا هاي المشكلة زي ما أنتوا شايفين هون هاي المشكلة إنحلت وإحنا إذا مننقل بين الإقاعات ما بيكون في بناتها دقلاج ولا بيكون في بناتها مشاكل كله بيغير لحاله بدون أي مشاكل شكرا كثير والله قويكو يعطيكو الصحة